نهاردة الكابتن محمود الخطيب كان عنده جلسة مهمة مع أو عفواً يوم الخميس اللي فات كان عنده جلسة مهمة جداً مع كابتن محمد رمضان المدير الرياضي بي الفريق على هامش مران النادي الاهلي في الجلسة دي كابتن محمود الخطيب كلف كابتن محمد رمضان انه يعمل قعدة جلسة مع محمد الشيناوي في نوفمبر الشهر الجاي على طول يعني بعد مباراة العين في الانتر كونتينتل عشان يتم حسب ملف التجديد ليه وبالمناسبة يعني النادي الاهلي متمسك جداً من محمد الشيناوي سيبك بقى من الكلام بتاع الناس اللي هو ايه ايه محمد الشيناوي خلاص بقى مفهول مصطفى الشهوري يخش محمد الشيناوي ما زال الحارس الاول في مصر في مصر مش بس النادي الاهلي ولابد الجميع انه يقدر ده دي نقطة الاهلي بقى يقدر محمد الشيناوي لدرجة ان محمد الشيناوي غالباً هياخد اعلى راتب في تاريخ اي لعب مصري في النادي الاهلي اي لعب مصري في النادي سيبك من الاجانب عشان قصة الدولار والحكاية دي محمد الشيناوي الكلام دلوقتي انه هياخد في السنة من 35 ل 40 مليون جنيه ده الرقم اللي الاهلي حطه واللي هيشتغل فيه مع الشيناوي وهيتفوض فيه مع الشيناوي وده ليه؟ عشان حالة الشيناوي وامكانيات الشيناوي ومكانة الشيناوي والعروض اللي بتيجي للشيناوي فالرقم ده النادي الاهلي شايفه معقول جداً لكل هذه الامور اشتركوا في القناة